عشر سنوات من التلكؤ في تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قضاء الشطرة بمحافظة ذيقار حيث أسند العمل إلى شركة إيرانية عام 2012 ومنذ ذلك التاريخ لم ينجز المشروع جدول تقدم العمل بالنسبة للشركة الإيرانية لا يتناسب مع حجم العمل الكلي مشروع مجاري الشطرة الكبير ولا يتوافق مع خطة الشطرة لعام 2022 فبالتالي استمرارها العمل بهذه النحو وبهذه الكيفية سيجعل الخطة غير مكتملة بل لا يمكن تنفيذ أي جزء منها ولا يقف الأمر عند التلكؤ في إنجاز المشروع بل إنما نفذ من مراحل به أخطاء هندسية في التنفيذ تسببت بخسائر كبيرة على الشركات العراقية المسؤولة عن رصف الطرق بعد انتهاء تركيب خطوط الصرف الصحي عمال المجاري منفذة بحي الأمين حاليا ما منفذة بنوعية جيدة يعني الاشتراكات ما المنازل ما المواطنين عالية لما نجينا ننفذ الطرق وبدأنا بفقرة القلع تسعين بالمئة من اشتراكات المنازل تكسرت تلفت يعني أما سكان قضاء الشطرة فهم الأكثر تضررا من الأمر إذ تفاقمت معاناتهم ما دفعهم للشكوى مرات عديدة دون آذان مزغية من المسؤولين بالنسبة للشطرة الشطرة مدينة منكوبة من الأخي وسبب دمارها سبب دمار الشركة الإيرانية يعني الشركة الإيرانية شغلها كلها غلط بغلط متلكة وصالت أكثر من 12 سنة يعني ما قدم شيء للشطرة يعني أخرة أعمال الصاب والتبليد في القضاء وأخرة البناء التحتية بالشطرة وبرغم قرار الحكومة سحب المشروع من الشركة الإيرانية تبقى مخاوف المواطنين من بدء مرحلة جديدة من التلكؤ في إسناد العمل إلى شركة عراقية وكذلك مخاوفهم من طريقة إسناد المشروع في ظل الفساد المتفشي في كل مفاصل الدولة